إنه منتصف النهار في العاصمة كابل يقف الكثير من أهالي هذه المدينة مثل بلادهم في منتصف الطريق يتطلعون إلى ما آلت إليه أوضاع أفغانستان في عام 2021 حياتهم ومصائرهم لم تعد كما كانت بعد سيطرة طالبان المفاجئة على البلاد في منتصف أغسطس الماضي الوضع تدهور إلى أكثر مما كنا نتوقع فقدنا فرص العمل الناس يبيعون أطفالهم من الجوع هذا العام كان كبوسا على حياتنا تحققت هذا العام أكبر أمنية لشعبنا الاستقلال السياسي والأمني هدف سعينا وراءه طوال عقدين وتحقق بعض نضال طويل الإمارة الإسلامية حريصة على تحقيق تطلعات شعبنا أفواج غير اعتيادية توجهت إلى مطارات العاصمة كابل الفرار بات خيار كثيرين مشاهد قد تختزلها الذاكرة الأفغانية والدولية لأمد بعيد وهنا من نشأ وعاش في أحضان الحرية على مدار عقدين من الزمن أصبح يجد نفسه متأرجحا وسط رياح ساخنة تهب من كل اتجاه وتأخذ الكثير مما حققه الأفغان في مجال الحريات السياسية والاجتماعية مستوى الحريات تراجع إلى أكثر من 70% بعد التغيير الذي شهده العام الحالي تم إغلاق العديد من الوسائل الأعلامية وفر المئات خارج البلاد مع ازدياد القيود في الداخل المرأة الأفغانية هي العنوان الحاضر الغائب في معادلة أفغانستان السياسية والاجتماعية في الوقت الحالي خسرت ودون سابق انذار ما حققته في مجالات التعليم والعمل لكنها لا تزال صامدة في المشهد عندما تحتج المرأة في الشارع يتم تعنيفها ومعاقبة وسائل الأعلام التي تغطي ذلك حقوق المرأة الأساسية كالتعليم والعمل غير متاحة في كابل المدينة التي يسكنها 6 ملايين شخص والتي كانت مثالا للانفتاح في آسيا على مر العصور عام 2021 أوشك على الرحيل والأفغان يكتمون أنفاس الخوف المتسارعة خوف من مستقبل غامض وسط قناعة متزايدة بأن أفغانستان تتراقص الآن على شفير الفوضى حسب ما يصف الخبراء الأوضاع في البلاد أما الخوف من الأزمة الإنسانية التي وصفت بالأسوأ في العالم حسب التقديرات الأممية أصبح يضيق الخناق على رقبة الأفغان إنه مشهد أفغاني بامتياز قليل من الأمل وكثير من الحزن في انتظار عام جديد لكن هواجس الأفغاني ومخاوفهم قد لا تتغير بتغير الأعوام صفة الله صافي الحرة